بسم الله الرحمن الرحيم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فمن لم يغفر له في رمضان ففي أي شهر يغفر له وفي خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الشقية من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم لا يوجد في الثقافة الإسلامية شهر عظيم كعظمة شهر رمضان ولا يوجد ليلة عظيمة في الثقافة الإسلامية كليلة القدر حتى نقدر نوصل لنتائج صحيحة في علاقتنا مع شهر رمضان لابد أن يكون عندنا برنامج متنوع هذا البرنامج نستثمر فيه كل لحظة من اللحظات ولكن قبل أن أشير إلى العناوين الأساسية لهذا البرنامج بدي وصي نفسي ووصي إخواني وأخواتي بهذه التوصيات العامة أولا أن نستفيد من هذا الشهر الذي تتحول فيه الأوقات والأعمال إلى أوقات وأعمال ذات مدليل خاصة يعني بشهر رمضان النفس مختلف اللحظة مختلفة فضلا عن الساعة وعن اليوم هذه مدليل خاصة فلابد أني يعني ضعف عملي لأنه هو شهر تتضاعف فيه الحسنات طبعا ويمحو الله السيئة الصوم في شهر رمضان ما بيعني ترك الطعام والشراب فقط بل الصوم هو الورع المطلق عن كل المحرمات والسيئات والابتعاد عن العيوب والنواقص الوصي الثالثة التنوع في العبادة هذا التنوع في العبادة الممارسة العملية للعبادة أن تكون شاملة لكل الأنواع التي تقربني من الله سبحانه وتعالى عبادات فردية مثل الصلاة نفس الصوم الدعاء الصدقة صلة الرحم تنوع في عمليات ماذا العبادة الوصي الرابعة وضع منهاج عملي يعني رسم خطة عملية مفصلة لتكثيف وتصعيد الممارسة العبادية يعني بأول يوم وتاني يوم وتالت يوم وخصوصا في آخر عشر أيام وليالي القدر أن نصعد عملية العبادة حتى استفيد فائدة قصوى من هذا الشهر العظيم الوصي الخامسة هذا الشهر هو شهر اتخاذ القرارات المصيرية حدد القرارات البدي قوم فيها قرر الأمور التي أريد أن أقوم بها في هذه السنة وأدعو الله في شهر رمضان وخصوصا في ليلة ماذا القدر الوصي الأخيرة العامة هي التعبئة الروحية والمعنوية والأخلاقية حتى نكون مؤهلين لاستئناف العمل الجديد إن شاء الله بعد عيد ماذا الفطر في برامج كثيرة بشهر رمضان منها البرامج العبادية لكانت ملحوظة في سلوكيات أهل البيت عليهم السلام بشكل واضح من صلوات من أدعي من أذكار طبعا أنا لا أذكر الصلوات وأي صلوات نريد أن نصليها موجود هذه الأمور في كتاب إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس في البلد الأمين في كتب كثيرة في مفاتيح الجنان والكتاب المشهور المنتشر بين الناس موجود أعمال شهر رمضان وشو هي الصلوات وشو هي المستحبات الأدعي خصوصا دعاء الافتتاح بعض أدعية ماذا الإفطار عند الإفطار بعض أدعية السحر هناك كثير من الأدعية الأذكار وماذا والتسبحات وأفضل الأذكار في شهر رمضان هو القرآن الكريم فقد ورد عن أبي الحسني عليه السلام قال قلت له أن أبي سأل جدك عن ختم القرآن في كل ليلة فقال له جدك كل ليلة فقال له في شهر رمضان فقال له جدك في شهر رمضان فقال له أبي نعم ما استطعت فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان ثم ختمته بعد أبي فربما زدت وربما نقصت عن ذلك على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي فإذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عم يشرح له شو عم يعمل ختمة ولعلي عليه السلام ختمة ولفاطمة عليه السلام أخرى ثم للآمة عليه السلام حتى انتهيت إليك فصيرت لك واحدة منذ صرت في هذا الحال فأي شيء لي بذلك لاحظوا الإمام ماذا قال قال لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة قلت الله أكبر الله أكبر فلي بذلك قال نعم ثلاث مرة يكثر من الدعاء من الاستغفار خصوصا من قول لا إله إلا الله فقد روي أن الإمام زين العابدين كان إذا دخل شهر رمضان لا يتكلم إلا بالدعاء والتسبيح والاستغفار والتكبير واليهتم بالعبادات وخصوصا بالنوافل وخصوصا بصلاة الليل في هذا الشهر المبارك البرنامج الاجتماعي البرنامج الاجتماعي يختصر الإسلام بعبارة وحدة التفكير بالآخرين يعني نحن نعيش مع جماعة مش بس أنا يعني التفكير بالآخرين بحاجاتهم بأمورهم تفكير بالغير إنما فرض الله عز وجل الصيام ليستوي به الغني والفقير وذلك أن الغني لم يكن ليجد مسى الجوع فيرحم الفقير إلى آخر رواية الإمام الصادق عليه السلام هذا البرنامج مهم جدا والبرنامج الاجتماعي والبرنامج التربوي حتى نقدر نستفيد فائدة كبرى وعظيمة وأني بوصيكم وبوصي نفسي إذا أردتم أن تروا برنامجا تفصيليا أشرت لأله ببعض الحلقات ببعض الكلمات الصغيرة القصيرة أن تقرأوا الدعاء 44 من الصحيفة السجدية هناك رسم الإمام سلام الله عليه لأهم الأعمال التي لابد أن نقوم بها من الصلاة من صلة الرحم من تحسين الأخلاق من أمور كثيرة ذكرها الإمام زين العابدين في الصحيفة السجدية بعنوان استقبال شهر رمضان جعلنا الله وإياكم من المستقبلين لشهر رمضان وجعلنا الله وإياكم في هذا الشهر أن نكون من الصائمين من القائمين من التالين لكتاب الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين